السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبائي النهاردة هنتكلم عن درس بسيط جدا هو الماضي البسيط وهو بيتكلم بكل بساطة عن الماضي شيء حدث في الماضي وانتهى في الماضي وليس له علاقة بالمضارع أو المستقبل فهو بسيط جدا طيب Study this example Wolfgang Amidus Mozart was an Austrian musician and composer Mozart كان موسيقي وملحل He lived from 1756 to 1791 عاش فترة زمنية من عام 1856 إلى 1891 فهذه فترة فترة في الماضي لأننا نحن الآن في الحاضر 2017 أوكي فهذه فترة ماضية ابتدت وانتهت ابتدت 1856 وانتهت 1891 وقد مضت He started composing at the age of five He started الفعل هي هنا هو started والفعل هو في الماضي أوكي ما جاء بعد الفعل هو اسم وليس فعل فبنقول He started composing وقد بدأ في تلحين أوكي أوكي ففي هذه الكلمة لا نستطيع أن نقول أن هذه الكلمة هي مضارع لأنها بها ing لا أولا ده اسم واسمه gerund ليست كل الأفعال بها ing تسمى فعل ولكن تسمى بعض الأفعال اسم أو تسمى gerund فلنأتي بأول فعل أتى بعد الفعل إن كان في الماضي فإذا هذا الجمهة في الماضي وإن كان في المضارع فإذا ففي المضارع وإن جاء فأي زمن كان فهو ما يدل على زمن الجملة الصحيح فhe started started his زمن ماضي فهو بداية الزمن هو زمن الماضي البسيط أوكي ما يأتي بعد ذلك ويكمل معنى الجملة فهو يسترد هو قد بدأ بدأ في إيه لاست أدري فلما يكمل الجملة كمبوزينج بدأ الترحين أو العصف أو العصف ففف وهو من عمره وهو كان عمره عنده خمس سنين وكتب أكثر من ستمائة كطعة نصدقية pieces of music أو نوت مثلا كمبوزينج فبداية كمبوزينج وعنى كمبوزينج وعنى كمبوزينج كمبوزينج وعنى في الماضي. Okay. He was only 35 years when he died. يعني بالعربي بنقول إنه توفي في عامة. وهو خمسة وثلاثون عامة. Okay. الأفعال مثل lived, started, wrote, was and died. كل هذه هي الأفعال في الماضي البسيط. الأفعال في الماضي تنقسم إلى نوعين. Okay. سببها كان أي نوع من الماضي فيتنقسم إلى نوعين. طيب. النوع الأول بنسميه الأفعال المنتظمة أي تأتي بصيغة الفعل ينتهي بED أو D. الفعل ينتهي بED أو D حسب نوع الفعل. إن كان الفعل ينتهي بحرف E فنضيف D. إن كان الفعل لا ينتهي بE وإذن نضيف ED. Okay. فمسلا كلمة Work هو الفعل الأساسي W-O-R-K. ما فيش ED أساسا في الفعل. فإن تحويل هذا الفعل إلى الماضي بنضيف ED. وهذه هي تسميه الأفعال المنتظمة. الأفعال غير منتظمة لا نضيف لها ED وإنما يتغير صورتها من كلمة إلى كلمة أخرى. Okay. مثلا كلمة Write في المضارع بقت Wrote. See بقت Saw. Go بقت Wind. Shot بقت Shot. في بعض الكلمات ما بتتغيرش. يعني هي نفس الكلمة في المضارع. هي في الماضي نفس الكلمة. ما يجب ملاحظت ذلك. Okay. فI work in a travel agency now. Before that أنا هو بيعمل في يعني الناس اللي هو بتوع الصفر. Okay. وكالة الصفر أنا لست من مترجم محترف يعني. ولكن أنا أبسط المعنى بقدر الإمكان. Okay. إحنا هنا بنركز على الفعل. إزاي يستخدم كلمات نوعا ما. Okay. فهنا الفعل هو بدأ شغله. Okay. هو شغال في وكالة السياحة يعني. أو عملاء السياحة. Travel agency. Now. Before that قبل هذا. ماذا؟ 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 كان بيعمل إيه؟ I worked in a department store. اشتغل أو عمل في محل يبيع أشياء يعني. Okay. فهو Before that يعني قبل ذلك. Before بالدلع الماضي. Before that يعني قبل هذا اللحظة من الذمن. Okay. عملتنا ايه؟ اشتغلت مثلا في محل ملابس. اشتغلت في بيع أشياء معينة. وحكذا. We invited them to our party. دعوتهم. Okay. لحفلتنا. But. ولكن they decided not to come. ولكن قرروا أن لا يأتوا. أن لا يأتوا. جميل جدا. He decided not to come. فـ Decided هو فعله في الماضي. Invited هو فعله في الماضي. Okay. ملحوظة أن كل أفعال الماضيات تأتي بعد I, We, You, They, He, She, It بدون تمييز. ملحوظة أن كل أفعال الماضيات تأتي بعد I, We, You, They, He, She, It. لا يوجد تمييز في هذه الحالة. فمنقول We invited. He invited. She invited. They decided. He decided. She decided. وحكذا. The police stopped me on my way home last night. أوقفني رجال الشرطة في الطريق في ليلة أمس. ليلة أمس أوقفهم البوليس. أوقفهم البوليس. ربما يكون مثلا بيمشي بسرعة عالية على الطريق بالليل مؤخرا يعني متأخرا. فلاحظوا البوليس فوقفهم. فوقفت هنا هي في الماضي. وهي أسلاء. وفيه برضه ملحوظة عايزة أحب أقولها يعني. كلمة stop هي انتهت بحرف البه. أوكي؟ وأتى قبل حرف البه حرف المتحرك. وهو الأو. ومن الحرف المتحركة يقول A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. فكلمة stop. أوكي؟ من غير البائدة. كلمة stop؟ هي S-T-O-P. أوكي؟ فعلشان جي قبل البه حرف متحرك. فضعفنا الحرف. خلينها double little. فقلنا stopped. ودي من أخطاء الناس اللي تقع فيها في أخطاء الكتابة. اللي هو الإنجليزية. وهي الناس تكتب بس stop B واحدة بس أو P واحدة بس. لازم أن تضاعف الحرف طالما جي قبل حرف متحرك. في نهاية الجملة يعني. أو نهاية الكلمة. مي قلنا مهي أوكي. دي الملحوظة هتحبب بقول هذا. لارا passed her examination because she studied very hard. زي ما قلنا أن في المضارع البسيط الفعل study. S-T-U-D-Y بيتحول ل-I-E-S. فإذن في الماضي نفس الفعل بس بدل I-E-S ببقى I-E-D. أوكي. فبنقول شي studied. أوكي. فال-Y تحولت ل-I. ولكن ال-E-D هي مازات موجودة زي ما هي. فش أي تغيير يعني. بنضيف ED لقول لأفعال في حالة الماضي. أوكي. فور spelling بنقول stopped. studied. بعض الفعل كثيرة جدا غير منتظمة. أي تحول شكلها من سرة لأخرى. من المضارع تبقى بشكل في الماضي بشكل تاني. هي ليست كلمة جديدة ولكن هو زمن مختلف لنفس الكلمة. فيجب مراجعة اكتف جوجل irregular verbs. لتعلم هذه الفعل وتحفظها يعني. موزارت wrote more than six hundred pieces of music. كتب موزارت أكثر من ثتمائة قطعة من الموسيقى. أو الحاجة النوتسي يعني بعد الموسيقى يعني. We saw rose in town a few days ago. رأينا روس في المدينة بدأت أيام من قبل. فكلمة ago أو ago يعني حدثة منذ اليوم. يعني نهاردة مثلا السبت. Few days ago يعني ما قبل السبت. بعض الأيام قبل السبت. ممكن تكون الجمعة الخميس الأربعة وهكذا. I went to the cinema three times last week. ذهبت إلى السينما ثلاث مرات قبل الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي. last أيضا من الكلمات التي بدل على الماضي. فبنقول last week, last month, last year, last... وكذا. لكن لو حاب تقول day فبنقول yesterday. yesterday. لكن حاب تقول أي حاجة غير كده ممكن تقول last week, last month, last year, and so on. It was cold. So I shut the window. كلمة shut here في الماضي. لأنها فعل شائز. يعني ممكن يبقى هنا مدارع shut في الماضي بقى shut bird. بس عارف منين بقى الندم دورة ولا ماضي. نبدأ نشوف الجملة بدأت بزمن إيه؟ الجملة بدأت بزمن الماضي. It was. So I shut the window. In question negative we use did or didn't. Plus infinitive. نحن دفعنا دائما أن كل الأسئلة في المضارع البسيط. وبالتالي في الماضي البسيط برضو هي تبقى في حالة infinitive. أي لا نضيف لها أي شيء. كما نسميها infinitive. فإنجوي سي جو. لا نضيف اس ولا اس ولا اي شيء ولا اي شيء ولا اي شيء ولا اي دي. في الأسئلة فقط. أوكي. فالإجابة لو أحد جاب حقا لأي enjoyed وكمل الجملة. فبقوله did you enjoy. She saw. Did you see. وطالما الفعل في infinitive فبرضو حتى لو كان يعني في الإجابة لو كان فعلا غير منتظم أرجعه أخليه منتظم. أو بمعنى هو فعلا غير منتظم ففي الماضي بقول saw في المضارع بقول see. صح؟ فكل الأفعال تبقى مضارعة في حالة السؤال. يعني لو كانت saw تبقى see. صيغط يعني ما بقولش الزمن مضارع بقول الفعل يبقى في أول حالة له. أو أول زمن أو أول شكل أشكال. يعني هنا مثلا كلمة write دي مضارع. في الماضي بقت wrote. see في المضارع saw بقت في الماضي. go في المضارع wind بقت في الماضي. أوكي. ففي ذلك الحالة enjoyed في الماضي. في ذلك السؤال الفعل ده يتحول للمضارع لحالة المصدر بتاعته. لكن الزمن المستخدم هو did. من بداية الزمن بدأنا بدد يعني الزمن ده كله ماضي. لكن الفعل هو اللي يبقى في حالة A المصدر. عشان نضيف له S ولا ES ولا أي شيء. يرجع لها المصدر. ولو كان فعل غير منتظم زي كلمة saw. في السؤال يبقى see. يرجع لحالة الأولى لي. يرجع لأول حالة للفعل. أول حالة الفعل هي see. تانية حالة هي saw. تالت حالة هي seen. لما نأخذها إن شاء الله يعني في كورس جديد وهو present perfect. أوكي. they went ذهبوا إلى كذا 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 كذا. فمنقول did. did they went go. ما قدرش أقول went. إن went في السؤال غلط. في السؤال on infinitive. infinitive زي enjoy see go هكذا. فإذا go في السؤال صح. لنا في حالة المصدر. لا يوجد أي إضافة. I didn't enjoy. she didn't enjoy. they didn't go. and so on. في الإجابة برضو. بعد النفي يأتي المصدر. يعني إذا كان في السؤال بيأتي المصدر ففي الإجابة بعد النفي يأتي الفعل في المصدر. سواء النفي ده بقى في المدارع سواء في الماضي يأتي برضو في المصدر. في المدارع البسيط المدارع البسيط أو الماضي البسيط. إذا جاء نفي باستخدام لفعال المساعدة to, doesn't and didn't يأتي الفعل في المصدر. في هذه الحالة في الماضي بيستخدم DIDN'T أما في المضارع بيستخدم DIDN'T أنا بحب أفكرك باللي فات وأقارن برده كل الأوقات أقارن كده عشان المعلومة تثبت I DIDN'T ENJOY أنا لم أحب كذا 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 كامير الجملة فاستخدمت هنا DIDN'T الفعل يجب انجوي لكن لو شلت DIDN'T أقدر أحط الفعل ED صحي كده لأنه حبيت أنه يكون في الماضي يعني فبقى I ENJOYED لو شلت DIDN'T من هنا تبقى SHE SAW لو شلت DIDN'T تبقى THE WIND حطت DIDN'T أرجع على الفعل المصدر تبقى GO, SEE AND ENJOY Did you go out last night? Yes, I went to the cinema but I didn't enjoy the film أنا ذهبت هل ذهبت إلى خرقت يعني هل تفسحت يعني أو خرقت ذهبت وروحت للسينما مبارح فبيقوله آه أنا روحت للسينما بس في الفهم ما عقبنيش أوي أوكي When did Mr. Thomas die? About 10 years ago أو كلمة أقوب الدول على الماضي They didn't invite her to the party لم يدعوها للإلحفلة So she didn't go لذلك هي لم تأتي Did you have time to write the letter? هل كان لديك وقت عشان تكتب الخطاب؟ No, I didn't I didn't have time to ففي الإجابة تبقى تختصر بتقول No, I didn't أو ممكن تقول إجابة متورة إنك تقول No, I didn't have time to write the letter فالأسألة بدد فإجابتها لنما Yes, I did or No, I didn't إسكت الإجابة بالإثبات فأقول Yes, I did أيوة نعم أنا فعلت هذا إنكت الإجابة بالنفي يعني لم أفعل تالي فبقول No, I didn't In the following example Do you get the main verb in the sentences? What did you do at the weekend? ماذا فعلت في نهاية الأسبوع؟ الماضي لأنها إيه؟ Did مش حافظة الأسبوع الآن أو هذا الأسبوع لا، الأسبوع الماضي طبعما فيه did يبقى على طول مش لازم نقول بقى الأسبوع اللي فات وكلا طبعما قلت did قلت week-end يبقى دائما معبر عن الماضي فالأسبوع إيه هيكون الأسبوع إيه؟ أكد الماضي الأسبوع اللي فات I didn't do anything I didn't do anything لم أفعل أي شيء أوكي The past of be الفرب to be تفقنا لو am, was, were في المدارع كان بها بسيط أو مستمر أما في الماضي فبنستخدم was أو where يمكن أن نستخدم was آه، ده فيه اختلاف بع احنا اتفقنا أن am بتيجي مع i بس اسكند زمن مدارع بسيط أوكي أو مدارع مستمر لكن في الماضي دي الحالة الوحيدة الحالة الشاذة يعني في الماضي البسيط أن i يجي بعدها was أوكي بس هذي الاختلاف يعني أما بقى الجمال العادي يجي where دا دايما بتجي معا نجمع سواء بقى we, you, they تجي معا where في الزبات we're not في الزبات في النفي i was he was she was it was i wasn't he wasn't she wasn't it wasn't في السؤال ببدأ إذا حبيت أن أستخدم الـ verb to be ببدأ بي إذا حبيت أن أستخدم الـ helping verbs أبدأ بي أوكي was i بس في ملحوظة في ملحوظة تلمى الدماضي بسيط يبقى إذا أستخدم يفضل أنك تستخدم الأفعال المساعدة ليه؟ علشان الفعل يجي في المصدر ما يجيش لأي ضفات لأن إحنا في الزمن الجاي لما ناخد الباست الـ هتلاقي أن was where دولا جي بعدهم فعل والفعل دفله ing أوكي فهنا was where لما يجي بعديهم أسماء أي شيء لا أي شيء ما يكونش فعل ما يكونش فعل لا يكون فعل فهذا هو موضي بسيط زي ما اتفقنا في المدارع البسيط قلنا نقدر نستخدم am was where بس ما يجيش بعدها فعل لأن لو جي بعدها فعل ما يجي بعد حد في الدولة إلى أن بعدي حد ما يكونش فعل ما يكونش فعل مفيش هنشوف ذات الامثال مش هتلاقي فعل مش هتلاقي فعل مضاف له اي نشي ولا هتلاقي فعل اساسا بعد was and where لما تيجي نشوف I was angry because they were late انا كنت غاضما لانهم كانوا ايه اتخروا اولا angry هي صفة ولات هي ايضا صفة او حال اوكي فما فيش فعل بعد was a ادي واضجي بعدها angry دي صفة وهنا late جاء مؤخرا مؤخرا متأخرا حالو متأخرا اوكي was the weather good when you were on holiday هل كان ان التقس كويس التقس دي اسم وليس فعل when you were on holiday برضو holiday دي اسم وليس فعل they were not able to come because they were so busy لم يقدر انهم ميقوا علشان مكان ايه كانوا مشغولين جدا they were not able to لم يستطيع able to okay come okay because they were so busy نفس الفكرة able to مش فعل لم يستطيعوا الحضور لم يستطيعوا الحضور ليه؟ لانهم كانوا مشغولين لانهم كانوا مشغولين did you go out last night or were you too tired هل خرجتها بالامس هنا في استخدام did اوكي قدرنا ان احنا نحط فعل صح علشان استخدمنا helping verb فدي فادي ال helping verb لو do او does we did فالماضي بنستخدم did ليه؟ عشان نادر نحط الفعل في صيغة ال infinitive الفعل لو go نادر نحطه في صيغة ال infinitive او بدون اي اضافات طالما السؤال في الماضي فقدر اربطه بسؤال تاني في الماضي بس هيختلف scan did فقدر احط فعل والفعل ده يكون في المصدر اما where were you too tired فانا بسأله هنا على كينونة يعني بسأله عن نفسه ما بسألش على الفعل بسأل مثلا عن الصفة او حاله were you too tired هل كنت يعني مهلك يعني تعبان جدا او متعب جدا مرهق جدا مرهق هنا كل دي يعني احوال كيف كان كان سعيدا كان حزينا كان تعبان كان مشغول كان 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 اوكي فملحوظة جدا لازم ناخدها في بالنا وهي ان احنا نستخدم helping verb عشان نقدر نحط الفعل في المصدر اما استخدمنا was where فمنحطش بعديه فعل في الماضي البسيط فقط اوكي اذا كان اديكم اي اسئلة فيمكن طرحها ودي اسئلة بتاعت الهومورك اعتقد ان جودة الفيديو كويسة جدا فيمكن ان ترى هذه الاسئلة بكل سؤول افعال غير منتظمة اتكلم افعال غير منتظمة افعال غير منتظمة افعال غير منتظمة افعال غير منتظمة تضعها بالشكل الغير منتظم مثل كلمة wrote روت هي اصلها write اوكي بقت روت عشان ماضي في بردو كلمات تانية ابحث بقى وشوف الكلمات دي افعال منتظمة ولا غير منتظمة عشان تشوف شكلها يبقى جوه السؤال في الماضي عمل ازاي ودي اسئلة اسئلها شوفها تسأل بقى تستخدم did ولا تستخدم was or where ونشوف ازاي و complete the sentences put the verb in the correct form سواء اكون positive او negative positive يعني زي I took off my car or my coat I took off my coat خلاعة معطف يعني negative يعني بتحطه في صيغة النفي اللي هو did not او didn't enjoy طبعا ازا حطيته في negative هيبالي قواعد اللي احنا قناها ازا حطيته positive برضو لي قواعد شكرا ان حسنا استماعكم اراكم في الفيديو القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته